مجدداً يطفو جدل المسائل الخلافية بشأن الانتخابات إلى العلن فحتى مصيبة الفيضانات التي حلت بليبيا لم تمنع مجلس النواب في طبرق من المضي قدماً نحو خيارات وصفت بأنها أحدية يقر تعديلات على القوانين المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة خطوة يصفها المجلس الأعلى للدولة في طرابلس على أنها تجاوز لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ذاك مفجر موجة انتقادات وغضب رئيس الأعلى للدولة محمد تكالة جدد رفض إجراء أي تعديلات على مخرجات لجنة 6 زائد 6 تحت أي درائع معلناً حل فريقه بها لم نتدخل في أعمال لجنة 6 زائد 6 باعتبار أن أعمالهم كانت نهائية بعد أن صوتوا عليها بالإجماع وقد أحيلت هذه المخرجات الموقعة من الطرفين إصدارها وفق نص الفقرة الثانية باء بناء على ما تقدم نؤكد تمسكنا بنتائج عمل اللجنة في نسختها التي انتهت إليها بتاريخ 3 ستة 20-23 وندعو إلى استثمار تلك الجهود والبناء عليها ولا نجيز إجراء تعديلات أخرى تمت تحت أي ذرائع بينما يؤكد مجلس النواب أنه بنى تلك القوانين على ما تفق عليه أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وفقاً لتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لمأقرته لجنة 6 زائد 6 وأمر السيد رئيس مجلس النواب بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات حلقة أخرى تعرقل التوافق في ليبيا أو تؤجله رغم أنها الكلمة التي تتكرر على لسان الجميع حتى البعتة الأممية تشدد على ضرورة التخلي عن الخيارات الشخصية وإقرار قوانين قابلة للتطبيق